تم مساء أمس تنصيب أعضاء المكتب الجديد لتحالف الجمعية المسيحية الإنجلية المعروفة اختصاراً ببيتاكوت المناسبة جرد بالكنيسة الإنجلية بحيث شقوى بالدائرة السابعة بحضور عدد كبير من الأسقف محمد عثمان بشير توحيد الجهود من أجل العمل في إيصال رسالة المسيح والكنيسة الإنجلية ذلك هو الهدف الذي وقيم على أساسه هذه المناسبة بهدف تنصيب أعضاء المكتب الجديد لتحالف جمعيات الكنيسة الإنجلية المسيحية التي تعرف ببيتاكوت كلمات عدة كانت حاضرة في هذه المناسبة التي بدأت بترانيمة وصلوات من قبل مختلف القصاوسة أعضاء المكتب الجديد البالغ عددهم سبع أضواً يترأسهم القص أمان تم تنصيبهم رسمياً من قبل العديد من القصاوسة عبر التقوس الخاصة بالديانة المسيحية الإنجلية رئيس المكتب الجديد للتحالف بعد تنصيبهم رسمياً أكد استعدادهم الكامل في خدمة المؤمنين بالديانة المسيحية والعمل على نشر رسالة الكنيسة الإنجلية التي تدوع إلى السلام ممثل وزير شباب ورياضة أكد على أن الوزارة تتمنى للتحالف الأعمل على نشر رسالة السلام التي هي أساس للتقدم والتنمية هذه المناسبة اختتمت بصلوات ومناجاة للرب من قبل المعتنقين للديانة المسيحية الإنجلية من أجل أن يعم البلاد الأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر